اشتركوا في القناة الغداء لأنه في وقت الغدوء أي في الصباح قبل الزوال قبل الزوال الناس كانوا يتغدون قبل الظهر الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يتغدون قبل الظهر كانوا يتغدون قبل الظهر أما نحن فلا وقت قد نتغدى ظهرا أو عصرا أو نتغدى مكا نطعامل عشا يتغدون قبل الغداء اشتركوا في الصباح لكما نحن م missedه قبل الزوال Aشتركوا في الصباح سيبقوا في الصباح المترجم للقناة المترجم للقناة قبل الظهر لكن يوم الجمعة يقول سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وكذلك أنس وغيرهما من الصحابة بعبارات مختلفة متنوعة ولكن هنا أخذ عبارة سهل بن سعد ما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة إلا بعد الجمعة بعد يوم الجمعة أو بعد صلاة الجمعة بعد صلاة الجمعة يقولون أنه نفذينا ونفذينا 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 بعد الجمعة لكن في أيام الأسبوع الأخرى كانوا يتغدىونا ويقيلونا قبل الظهر قبل الظهر حتى ينشاطوا لصلاة الظهر في العدد الدخول يطلقوا لصلاة الجمعة يطلقوا لصلاة الجمعة ونفذينا قبل الظهر لأن الإنسان إذا كان بلوهو مشغولا بالطعام أو النوم لا يعشعوا في الصلاة سيديك إلا تقوم ربما على صلاة الجمعة لصلاة الجمعة لكي ي準備وهما لكي تغدرنا أو أيها يمرا لصلاة الجمعة لكي يوم الجمعة إلا تقوم ربما كَنُوا يُأْخِّرُونَ الطَّعَامَ وَالْقَيْلُونَ تَالِعِلَّةٍ أُخْرَى لِسَبَبٍ آخَرَ لِهُوَ أَنَّوْ كَنُوا يُبَكِّرُونَ إِلَى الْجُمْوَعَةِ إِلَى الْمَسْجِدِ لكن لفندredi أصحابات سألت très tôt إلى المسكة très tôt donc ils ne mangeaient qu'après la prière de الجمْوَعَة واضح إذن الحديث سيكون بحول الله تعالى عن الجمْوَعَة وَأَحْكَامٍ وَآدَابٍ وغير ذلك nous allons parler de الجمْوَعَة le jour du vendredi la prière du vendredi les règles juridiques les bienséances les mérits l'importance ce qui est interdit ce qui est déconseillé ce qui est obligatoire on va parler de beaucoup de choses هناك مسائل كثيرة وَأَهَمِّيَّةُ الْحَدِيثِ عَنِ الْجُمْوَعَةِ أَوَّلٍ لِأَنَّهَ مَذْكُورَةٌ فِي في القرآن الكريم يَا أَيُّهَا الَّذِنَا أَمَنُوا إِذَا نُدِيَا لِسْصَلَاتِ مِنْ يَوْمِي الْجُمْوَعَةِ فَسْعَوِ لَا ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْرِ Allah a mentionné le jour du jumu'ah la prière du jumu'ah dans le Saint-Coran dans le Coran al-Karim إِذَنْ فَيَوْمِ الْجُمْوَعَةِ وَسَلَاتِ الْجُمْوَعَةِ لَيْسَتْ مِنْ اِجْتِهَادَاتِ الْفُقَهَةِ ce n'est pas un avis d'un jurist-consult ou d'un savant c'est des textes c'est toute une sourate du Coran qui s'appelle سورة الجumu'ah في القرآن سورة تسمى سورة الجumu'ah وسورة الجumu'ah كما يقول أهل التفسير يقولون وذكر هذا العلامة محمد بن الطاهر بن عاشور رحمه الله قال سورة الجumu'ah هذا الاسم سورة الجumu'ah نرأينا عدد من السور بل أكثر سور القرآن لها أسماء عدة la plupart des soh'ah du Coran par plusieurs noms لكن لما جل سورة الجumu'ah كنت a set surat قال هذا الاسم هو الذي جاء على لسان الصحابة وفي كتب السنة وفي كتب التفسير ولم يذكر لها سمون غيره يقول مذكرش العلامة شاسمية أخرى هذا السورة هو اسم سورة الجumu'ah parce qu'il est mentionné dans le livre d'Allah في كلم الله سبحانه وتعالى الامر الآخر وفي كلم الله سبحانه وتعالى وفي كلم الله سبحانه وتعالى وفي كلم الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى وفي كلم الله سبحانه وتعالى يوم الجمعاتي سيد الأيام سيد الأيام وفي كلم الله سبحانه وتعالى كلم الله سبحانه وتعالى كلم الله سبحانه وتعالى كلم الله سبحانه وتعالى وهذا مرحلة Nay من تراب من تراب تراب ثم خلط التراب بالماء خلط التراب بالماء في ملانجه لتراب بالماء سوف يكون ماذا؟ صلصال طين الطين هو التراب بالماء إذا خلط الطين يكون طين هذه مرحلة أولا التراب ثم أضيف إليه الماء فصار طين أولا التراب ثم هذا الطين صور يعني الله تعالى صور آدم الله ففصوني آدم ويهدوني ايمانج يعني مثل المكتشوف دابشي تيمثال 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 أنه ترك أربعين سنة كارنت وهو ييبس فصار صلبا إذا طرقته أو إذا دققته بيدك أو ضربت عليه تسمع له صوتا وهو صوت الصلصال صوت الصال إن خلق الانسان من السلصال كالفخة صوت الصال يعني يعني يابس عندما يضربون في الدق أنت تسمعه تنتن تنتن أقول أنه يُقف م LOUD سالسال سالسال هذه هي مرحلة سالسال كالفاقهر كم ديلا تنتظر بلساور الجانب من صلصالي من حمأين مسنون غیارات وسنون مسنون ça veut dire que warn源 سنون shenawad ont changé son odeur غيرته السنوات لم يتسنه لم يتغير لمرور السنوات لك تشعر واضح لكن نهاية نهاية خلق آدم فنفق الله تعالى فإذا سويته ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين كن يوم الجمعة كمول فيه خلق آدم قبل فيه خلق آدم فقعوا له سويته في الجمعة بين العصر والمغرب بعد العصر ونفقره يوم الجمعة فالله خلق آدم جمعة نهاية فالقيم أول جمعة الفكرة للجمعة جمعة كتبع رب العصر تاريخ دينا كتبعي فالجمع انه يكن قد فإنه موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أو المرضة أو المعصايا أو الموت أو الهلاك Nous sommes tous soumis A la règle de l'oubli De la faiblesse La maladie La mort Le péché وشرق Furق اللهم رحم ضعفنا Nous sommes des êtres faibles فقط Андم Malgré toutes ces valeurs Les maths Elles vont se prost blah المترجم للقناة 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 jemand فيكم يريد أن يتعيش بزاف يقول لك لكي لا يحب برعودة لانتا كي يكون مكتبه يعتمد أن يكون متفاعلة يريد أن يتعيش بزاف أو لا أكثر طويلة من نهاية مع حسن العمال هناك فرصة عندما يتعيش برعودة لانتا شوة الله يتعيش بلايه ويمكنك في المدين مع أهليك وعشبك وإخوانك وصديقك وإحبابك تشبه مع تشخصه مع تشخصه مع تشخصه مع تشخصه مع تشخصه مع تشخصه يقول نعم من الله خير ناسي من طالع عمره وحسنته كما قال عليه الصلاة والسلام ومن عاصر celui qui est pécheur il aura l'occasion aussi de se repentir ومن طالع عمره وهو عاصر لله عنده فرصة بشير جعل الله ويتو من الله ذلك آدم حرص على حرصة حرصة بفتح الرع ولو حرصتم هذه بسين وحرصتم بالصاد الناس ينطقونها غليبا حريصة وهي اللغة المشهورة حرصة ولو حرصتم الإنسان يحرص على البقاء فأكل من تلك الشجرة المهم آدم après toutes ces années dans le paradis il va être chassé وَأُخْرِجَ مِنَا الْجَنَّةِ يَوْمُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ سبحان الله وَتُوُفِّيَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ la mort d'Adam fait un vendredi وَيَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَيْهُ وَسَلَّمُ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ la fin de l'heure n'aura lieu qu'un vendredi يوم الجمعة هذا يوم الجمعة يوم عظيم عند الله وَيْذَلِكَ اللَّهُ خْتَارَهُ لِنَبِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الله c'est lui qui a choisi le jour du vendredi pour le prophète صل الله عليه وسلم هذا اليوم أيها الأفاضل الكرام لِعَظَمَتِهِ وَنَنْتَبُوا جَيِّدًا لِعَظَمَتِهِ وَفَضْلِهِ وَأَجْرِهِ وَثَوَابِهِ عِنْدَ اللَّهُ مَنْ تَهَاوَنَا بِهِ وَأَحْتَقَرَهُ فَإِثْمُهُ عَظِيمٌ عِنْدَ اللَّهُ وهذه قاعدة يَنْبَغِي أَنْنَحْفَظَهَا الْمَجْبَرْحِنَ مَتَجِدُ عَامَنْ مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ أَجْرُهُ عَظِيمٌ عِنْدَ اللَّهُ يَعْلَمْ أَنْتَحْذِرَ كَذَالِكَ خَاتِرُ يَا اُنْرَغْلِ يَا اُنْرَغْلِ إِقِلِبْرِ وَنِسْلَمَ Quand Allah nous demande de faire quelque chose il nous donne énormément de récompenses nous devons aussi savoir que le fait de ne pas le faire c'est très grave le fait de transgresser cette bonne oeuvre c'est très grave il est demain pour le Jumuha النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الحديث وَسَآتِ إِلَا هَذِي الْأَحَدِيثِ إِشَاءَ اللَّهُ تَعَلَى تِبَعَ وَلَهُ طبعًا مَنِغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَاتِ وَتَطَيَّبَا وَلَبِسَ أَحْسَنَ الثِيَبِ إلى آخِرِ celui qui se lave le vendredi met du parfum porte les meilleurs vêtements va avec dignité à la mosquée se rapproche de l'imam écoute bien attentivement يقول النبي صلى الله عليه وسلم له بكل خطوة يخطوها كل خطوة عبادة سنة قيامها وصيامها له بكل خطوة يخطوها عبادة سنة قيامها وصيامها وشكونا على تلك هذا الأذن عندما تفعل الجمعة تُعَيْوَا لَكِفَالَنِ دُّنْا نَنْي دُّنْا نَنْي دُّنْا نَنْي دُّنْا نَنْي دُّنْا نَنْي فُرْنَنْي وَجَاءَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في الأحادثي الصحيحة كَذَلِكَ بِشَرَوْتِهِ مَنْ اِغْتَسَلَا غَسْلَا وَغْتَسَلَا وَبَكَّرَا وَبْتَكَّرَا إلى آخِرِي الله يتبقى للمشيء في كل سنوات المتحدة كل سنوات المتحدة هذا في الصحيحين وغيرهما في الصحيح ابن حباب وزيادات ثلاثة أيام يعني شحال سبعزا يتلات شحال عشر الحسنة بعشر أمثاليها 7 jours plus 3 10 jours 10 يام يغفر لك الله 7 يام اللي فاتت زائد 3 يام عندك تخبعها تصور كل سنوات كل أسبوع 7 يام المغفرة زائد 3 يام 7 يام زائد 3 يام زائد 3 يام شحال يكون عندك ديال الخير والبركة شك فوات يتخوى جور ان بلس تتلاتي هذا يوم الجمعة كذلك من ترك ثلاثة جمعين تهاؤنا سنوات ثلاثة جمعين وَجَا أَفِرِوَيَا مُتَوَالِيَاتِ مُتَتَابِعَاتِ سُكسسيف تهاؤنا بار نيگلِجَنس بار نيگلِجَنس شوف ديقات كَلَامِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يُبَيِّن يُبَيِّن حَتَّى لَنَحْكُمَا لَا النَّاسِ ظُلْمًا وَعُدْوَانًا وَحْدِ مَجَا شِسْرِي الْجُمْعَةِ تلاتي الْجُمْعَةِ يُقُلُوا إِنْتَ مُنَافِقْ وَطَبَعَ اللَّهُ عَا قَلْبِكَ وَأَنْتَ مِنَ الْغَافِلِينَ اللَّهِ يُدِي كَسُولِي كَسُولِي كِيَابَنْ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ صلى الله عليه وسلم تَلَيْهُ عَلَى قَلْبِهِ سُنْ كِيرُسْلِي يُقْطَنِهُ عَلْآكلَ وَحَدَ كَالَ وَلْعُلَمَةِ كَالَمَا كَا طَبَعَ حَتِقَارُنِنَ يُقَرْدُ مَنَا لديهم افترض وإنهم لا يوجد وإنهم لا يوجد وإنهم لأسرير وإنهم 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 ولا تقول هذا ولا شيء لن يكون هناك مرادة لكن هناك مرادة في الدار هو الذي يتبعه يبقى أو يبقى يبقى اذا كان يكون مرادة في المدينة لا يوجد شخص فيه اذا كانت بسيئة 10 منطقة يساعدون لديه هناك بعض الناس في الدار يكون هناك علاج خاطير يحتاج إلى مراقبة يستمرون إلى 5-7 خيق يمكن أن يموت يمكن أن يكون هناك مرادة الناس في الدارة يصيبون بالخارث يمكن أن يسيئة يمكن أن يسيئة في الدارة يمكن أن يصيبون بالجنون فهذا إذا كان هناك أحد لا يوجد من يراقبه ولا من يحرصه ولا من يخدمه إلا أنت فقد رخص لك الشرع أن تبقى و تتعطل و تغيب عن الجمعة و تتأخر و تتخلف عن الجمعة و تتخلف عن الجمعة و تتخلف عن الجمعة و تتعطل و تتخلف عن الجمعة 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 عند العرب والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف هذا والصحابة كانوا يسمون هذه الأيام بهذه الأسماء أولا الثنين أهون ثلاثة جوبار الأربعاء دوبار الخاميس مؤنس الجمعاء العروبة السبتيار فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم واسلما الناس فغياروسما الجمعاء العروبة سميت الجمعاء ولكن هنا on parle un peu de l'historique أنا شوية دير تاريخ كان يسمي يوم العروبة يوم مبين معظم c'est un jour glorifié même avant l'islam يوم الجمعاء mais chez les Zagr mais qui est le premier à avoir donné le nom de الجمعاء السجود العروبة من أول من سمى يوم الجمعة يوم الجمعة سمى جمعين الأول هناك تلافة العلاماء العلاماء vont diverger لماذا؟ لأنه وراد أن أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم هُوَ الَّذِي هُوَ الَّذِي اِقْتَرَحَ عَلَى قُرَيْشْ أَنْ يَجْتَمِعُوا يَوْمَ الْعَرُوبَ فَيُذَكِّرُهُمْ هُوَ يُذَكِّرُهُمْ وَيَعِضُهُمْ un des ancêtres des grands-parents du prophète comme il rapportait dans les livres de Syrah avait proposé il était le chef de Mecca وَكَنَا سَيِّدَ مَكَة il leur a proposé de se rassembler في دار الندوى ils avaient un endroit qui s'appelle دار الندوى c'était comme un club de Quraysh où ils se rassemblaient pour discuter des choses importantes etc كَنَ عَنْدُومْ وَحْدُ الْمَكَنْ كَيَجْتَمْكُوا فِي الْكَبَارْ دِيَا الندوى كَيْتِنَاقْشُوا يَلْسُوا يَقَسْرُوا يَوْ سَمَّة دار الندوى حده حده الْكَعْبَر دار الندوى الندوى من الندى c'est s'appeler les uns les autres l'inviter هذا الجد الجد النبي صلى الله عليه وسلم leur a proposé de se rassembler pour qu'il leur donne une exhortation un rappel فَكَنَا يَعِرُهُمْ وَيُذَكِّرُهُمْ وَهَذَا الْجَدُوْ هو كَعْبُ بِنُوْ لُؤَيْ il s'appelle كَعْب بِنُوْ لُؤَيْ لَبْقَفَتْ صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام هو محمد محمد بن عبد فيسد عبد الله بن عبد المطالب بن هاشم بن عبد مناث بن قصي بن كلاب بن مر بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النظر بن كينانا بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن نزار بن إلياس بن مدار بن نزار بن معد بن عدنان هذا نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان محمد بن عبد الله بن عبد المطالب بن هاشم بن قصي بن عبد مناث بن كعب بن لؤي بن مر بن كعب بن لؤي كعب قالوا كعب بن لؤي أول من جامع قريشا فسموا هذا اليوم يوم الجمعة يقولون أنه سيكون جمعا قريش سوف في كعب بن لؤيد هذا قول ومن أهل السياري من قال كما ذكر هذا الإمام البيهقي والأثر السابق ذكره غير واحد من أصحاب السياري وذكره أصحاب الحديث عبد بن حميد وغير أن الذي جمع قريشا هو قصي c'est un autre ancêtre محمد بن عبد الله بن عبد المطالب بن حشم بن عبد المنف بن قصي 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 بن عبد المنف قصي وقصي كان له شأن عظيم في أجداد النبي صلى الله عليه وسلم حينما نقرأ السيارة هذا الرجل قصي un des ancêtres du prophète عليه الصلاة والسلام qui s'appelle قصي il était une personnalité très importante dans l'histoire de Mecca كان رجولا معظما في Mecca وكان رجولا حكيما وكان رجولا يؤلفوا بين الناس يرسلوا بين الناس يرسلوا بين الناس قصي أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم donc on a dit كعب بن لأي أو قصي هناك حديث أن الذي سمّ يوم العروب يوم الجمع هم بعض أصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم ils ont dit que c'est des compagnons qui vont donner ce nom c'est-à-dire après l'islam وَقَدْ جَاءَ بَقِمَعْيَتُ جاء في الحديث وهذا الحديث حسنه جمع من الأهل العلم بل صححه بعضهم ستا حديث ديكاره تنتيك برغم بو نمبر العلماء حديث كعب بن مالك كعب بن مالك أن صحابي كي سمبل كعب بن مالك هذا صحابي رضي الله عنه كعب بن مالك القصة دياله مشهورة في تابوك في غزوة تابوك سنهستوار بغمي لتخوة وعلى الثلاثة الذين خلفوا كعب بن مالك صحابي بن مالك سنهستوار كعب بن مالك سورة التاوبة كعب بن مالك حينما كبيرت سنه المكبر عاميا مبقاش كي يشوف يلجبني أفقل يلجبني 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 كعب بن مالك فكان بنه عبد الرحمن هو الذي يقوده إلى المسجد وإلأ أشغالي son fils عبد الرحمن celui qui l'accompagné عبد الرحمن fils de كعب بن مالك عبد الرحمن بن كعب بن مالك هذا هو صحابي يقول قال كنت أسمع أبي كلما نادى المنادي ليوم الجمعة لصلاة الجمعة كلما يأذن المؤذن لصلاة الجمعة كلما يأذن المؤذن للصلاة الجمعة يقول أنه ليس أطالد فأنا أسمع الوالي الي يقول اللهم أرحم أسعد بن زرارة اللهم اغفر لأسعد بن زرارة كيدعي مع أسعد بن زرارة واحد صحابي من سادات المدينة مات الله يرحمه ورضي الله عنه ايجرانتان دي سوفان جاء في رواية صحية يترحموا لأسعد بن زرارة يستغفرو لأسعد بن زرارة يصلي على أسعد أي يدعو لأسعد بن زرارة ويثني عليه خيرا لكي فزي الدعاء لأسعد بن زرارة كانوا مني بميدينة قبل من المدينة وين يصل المسلمون ويزني هذا صحابي كاب بن مليك صحابي ذكرت عنه يت JR يرحموا له أسعد بن زرارة هنا يدعو لأسعد بن زرارة في بعض الكتب في عام الأشيخ دي سعد بن زرارة هذا خطأ أسعد فقال عبد الرحمن يقول لي والدي يقول لي يا أبي إسمعوا يا أبي قال سمعتك تترحم لأسعد بن زرار كلما نادى المنادي لصلاة الجمعة لماذا ذلك يا أبي لماذا تفيد دعاك فكتنتم الأذنة الجمعة قال يا أبني يقول لي قال كان أول من جمع بنا في المدينة قبل أن يقدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول واحد صلى بنا في المدينة قبل الهجرة dit النبي صلى الله عليه وسلم هو أسعد بن زرار رضي الله عنه il dit parce que c'est le premier à prier la première جمعة avant même l'arrivée du prophète صلى الله عليه وسلم معنا هذا أن الصحابة كانوا يعرفون من الجمعة ولذلك قال أهل العلم إن الجمعة فرضت قبل الهجرة ولكن لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصليها في مكة شوف تبعوا معي يمزي صورة الجمعة نزلت في المدينة بعد الهجرة بمدة بمدة حتى قال بعض المفسرين في السنة السادسة من الهجرة صورة الجمعة لا يستطع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة في المدينة كان من أهل الكتاب غير أهل الإسلام كان أهل الكتاب موجودين في المدينة كانوا في المدينة فكان بعضهم يجتمعوا يوم السبت وبعضهم يجتمعوا يوم الأحد Certains qui se rassemblaient le jour du samedi d'autres le jour du dimanche فقال المسلمون لنختار يوم نجتمعوا فيه ويذكروا بعضنا بعضا ils ont dit on choisit un jour où on va se rassembler nous aussi pour faire un rappel يعني لو موعدة خطبة وكذا فأسعد بن زرارة رضي الله عنه قال لي نعنوها يوم الجمعة on va faire ça le jour du vendredi يوم الجمعة نعنوها هذا should y JUST يوم الجمعة فجمعهم وجاء في حديث آخر أن الذي خطبهم أو خطب عليهم هو مصعب بن عمير فالذي جمعهم كما حاول الحافظ بن حجر أن يجمع بين القصتين أن أول من صلى الجمعة في المدينة هو أسعد بن زرارة في حديث آخر أن أول من صلى الجمعة مصعب بن عمير قال كان الذي جمعهم وأمرهم أن يصلوه هو أسعد بن زرارة كان سيد المدينة ولكن الذي كان إماما من هو مصعب بن عمير nous avons deux versions l'une qui dit que le premier à avoir prié le Jumu'ah Medina avant l'arrivée du Prophète c'est Asad بن Zurara l'autre qui dit que c'est مصعب بن عمير الحافظ بن حاجر le grand il lui dit الحافظ بن حاجر a essayé de combiner les deux il dit celui qui va les rassembler comme il était le chef il aura ordonné de se rassembler de leur proposer Asad بن Zurara celui qui va faire le khutbah et diriger la prière c'est مصعب بن عمير ce qui veut dire c'est que le Jumu'ah sallaha ba'du al-sahaba quabla wussouli Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ila al-Madina l'air il dit Ka'ib ibn Malik qui raconte l'histoire wa kunna arba'ina rajoulan il dit le premier vendredi que nous avons pris à Medina on était 40 personnes 40 hommes قال وكنا أربعين رجول قال كنا أربعين بنا أول من صلى الجمعة في المدينة قالوا كنا أربعين بنا ومن هنا سنجد من أهل العلم من أهل العلم وسأتي معنا هذا كالشافعي وغيره من اشتارة لإنعقاد الجمعة أربعين رجول أحد تثيرين للمدينة فإن نعلم رجول سوف نشارع للمدينة رجول على المدينة ويجعل للمدينة سيكون للمدينة للمدينة كل المدين من أشترك بالبعل من سنجد مالبدين عندما يوجد سلك سنجد 되어 إلى المدينة تعقلوا في كورونا في واحد وقالوا ربعا الناس يمشوا للجامع ربعا يصليوا الجمعة أو لا لا أستطيع أن نقوم بخير الجمعة 4 أيها المفتون ما سنقوم بخير الجمعة أستطيع أن نقوم بخير الجمعة هناك فيكيدي 40 التي سباس على هذه الأمر هناك من يرى أنه من المنم معنى الأقل ربعين واحد قال لك وكعب بن مالك حكا لنا القصة بأن أسعد بن زرارة صلى بهم الجمعة أول جمعة في المدينة كانوا 40 واضح سوف يأتي حديث آخر يعني أخر حديث حديث جابر بن عبد الله وهو حديث صحيح وهو في الصحيح حديث ظاليد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة ومعه عشرات من الصحابة هناك أيضًا ومعه عشرات ومعه عشرات ومعه عشرات في موسم ديالفلاحة الماوالو الماكلاوالو ومعه عشرات ومعه عشرات ومعه عشرات ومعه عشرات ومعه عشرات ومعه عشرات ترجمة نانسي قنقر 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 كل جديد المكلاو صلات هذا ما يحدثت مع الصحابات ما يقولون الصحابات رضي الله عنهم سكن الجوع والأسعار فسنعطبال يسمون الأطباء المزامير 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 و Hokحرامير اسم في المسنطبال بحيث يفتلك المزامير 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 يراقب الكمزامير يدى لهم كانوا يواجهون ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر المديني في المدينة أحد المنطنة أحد المنطنة أحد أحد نذكر أنه أكثر من عشرة كيلومتر أحد 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 كبير أحد تحت منه زيد 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 يا حمزة رضي الله عن الصحابة زيد زيد الخندق الخندق خندق نقع هناك السورة الأحزب في القرآن غررت عن المنطنة في المنطنة يساعدون كل الحرين من حلط البلد من أحد الصحابة فهم تقضي الخندق الخندق هنا فهم هنا فهم هنا وأحنظر كان هنا في المدينة في المدينة كانت دائماً أو كبيراً أو كبيراً لحصول الامر للمدينة للمدينة كبيراً كانت كبيراً كبيراً الأسفل أسفل المطانج C'est l'âge C'est l'eurut C'est l'eau C'est l'eau الجنوب الجنوب لا يستطيع أن يدخلوا من تماما يبقى الشامل يستطيع أن يدخل من الجنوب سوف يدخل من الجنوب أول ما تجد قوباء 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 هي حي هو حي وهي حي تصرف وتمنع من الصرف قوباء و قوباء سوف يدخل من جنوب أول ما تماما هناك مصقبة هناك مصقبة فلسلت بحيث يقوم بمثال بحيث يخبرون ينجمون هناك واحد في الغرفة في المتلحة لا زال يكون معرفة وربما يجب أن يتمون برفيك وربما يجب أن يتمون برفيك كما اختقام كهما الكريم بانو سالما بانو كدا بانو زوراق بانو عبدالأشهال ممتلكت بمجدع وممتلكت بانو سماية خادر سماية حبيث رائع حسن ال simplemente فطرانه وممتلك حبيث رائع ويُهُمتلك وما عنه مدينة كل مدينة وحبث مدينة فطرانه فطرانه كيبا وهب بانو عمر بن عوف بانو عمر بن عوف هالعقيلة كويرة هم لي قدو سكني لقوبة سيدي بي تولى لقوبة و عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سيدي بي ثم اجد اهل أبوة يجد ان يجد اهل أبوة بانو عمر بن عوف ويجب ان يزالون يجب أن يكون الفكرسي كيف에서 ولكن ماذا وان يقول يرجى اقرأنا طبعا هل المدينة المترجم الى المترجم الى المترجم الى المدينة المترجم الى المترجم الى المدينة المترجم الى المترجم الى المترجم الى المدينة المترجم الى 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 الم هل فعال؟ هذا هذا هو صحيح نفسنا لا ينبغي نجرح الناس ترى النبي صلى الله عليه وسلم عنده أمر من الله يزيد القدام قالوا لهم اجلس معنا اجلس معهم صلى الله عليه وسلم الثاني ثلاثة أربعة خميس الجمعة حتى الجمعة في الصبح عدري خرج من قوبا يدفع قوبا دزيد 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 في الطريق سيصلي بهم أول جمعة تنين يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة للمدينة للمدينة يصليها في الطريق sur la route يوجد في المدينة قبل أن يبني مسجده يصلي أول جمعة تنين بالمسلمين في المدينة النبوية المنوارة عليه الصلاة والسلام وضح للجمعة عمل الصحابة رضي الله عنهم كبير للمدينة رضي الله عنهم أعطيكم مثال أعطيكم مثال أعطيكم مثال من المستحبات يوم الجمع سيقوم بيوم الجمع أن يستقبل المأمومون الإمام الخاطب بيوجوهه يعني أنك تشوفت الإمام الخاطب يوم الجمع اعطيكم فيه لذلك لا يجب أن يكون بسرعة ويجب أن يكون كل مؤلاء لكن كل مؤلاء من الأمام يجب أن ينظر على الإمام ويستقبلوه في وجهه دعونا لحديث يجب حديثي عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول يجب أن يستقبل الإمام الإحديث الواردات قال عنها العلماء إنها ضعيفة كل حديث يتعلق هذا السبب لكن لكن قال ابن المنذير قال ابن المنذير من عظماء الفقه un des plus grands jurisconsultes ابن المنذير قال وهذا هذا هو استقبال il dit هو كالإجماع il dit c'est presque le consensus قال عليه الصحابة والتابعون ومن بعدهم salafen عن خلاف et de toute la génération des musulmans dans toutes les mosquées du monde depuis صحابة la pratique la coutume c'est de regarder face à face l'imam pendant le jumbo même s'il n'y a pas de حديث authentique mais quel est ce حديث mais il dit c'est ce que c'est c'est ce que c'est l'amal du muslim est-ce qu'il y a ou non ? on a dit par rapport à cette question il dit l'amal du tirmidhi il dit c'est que l'amal du tirmidhi et l'amal c'est que l'amal du tirmidhi le fait de regarder l'imam face à face il dit c'est la coutume observez et l'amal ala هذا قال de l'amal de l'amal de l'asthi sallallahu sallallahu et sallallahu et sallallahu yarauna ennahu yustahab il yustiqbal l'imam bivujuhuhim il dit c'est recommandé chez tout les sarans et d'en لماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كم كان يؤذن في زمانه؟ كم كان يؤذن المؤذن في زمانه؟ يعني كن بيان دابل على الأبخير على الإبوكة البروفيت صلى الله عليه وسلم الجمعة واحد رضاك الله واحد أذن واحد متى يكون كان يؤذن بلال إذا جلس الخطيب على المنبار؟ اذا دخل الإمام إذا دخل الإمام جدا فخصه يزعى المنبار يزعى المنبار يجń على المنبار ومن رأى ذلك السلام صلى الله عليه وسلم وشيقول الحكاب لن يدخل الجميع ومن رأى مينبار فيه سابقين ومن رأى داخل الأذن لن يغيش فيه أكوال العلماء ومن رأى كن أنت سأل الله سبحث عن الأذن استيقال هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ورحمت الله أستقاد نهاية ان يجب أن تكون الأذان، يجب أن تكون الأذان. حسنًا ، ماذا زاد الأذان الثاني؟ ماذا سيضع الأذان؟ أولاً متى من الصغرين، 20 منتاء قبل كتاب تطريبين سيدنا؟ أخبرناك، عثمان أيضًا. سيضاء أدوان أخبرنا، عثمان. سيضاء أخبرنا، عثمان سيضع أن أخبرنا بصดري. أخبرنا الأذان التي تطريبا هذا الأول؟ أنا أعطيكم سؤال في الفجر في رمضان في رمضان لأن خارج رمضان يوجد الخلاف هل كانت كثيراً في الابخيخ في الوقت البيض أولاً أولاً بلان أولاً بلان أولاً بني أمي مكتوب بلان مكيئ الذن لإنسان أولاً بلان مكتوب غير مكيئ وإنسان على الأمر مكتوب أولاً بلان أولاً بلان مكتوب أولاً بلان مكتوب أولاً بلان مكتوب في هذه المعنى في هذا المدينة يكون مدينة جيدة مدينة تصدق المدينة ومع من فعله بشكل مباشر في مدينة عندما يكون اللعبة في عثمان كثير من المدينة يجب أن يقوم بأثناء الأذن الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثل ذن المؤذن يقوم الخاطب يبدأ الخطبات الناس الذين يسكنون بعاده أو في التجارة أو السوق لا يدركوا إلى خطبات لصلاة فشنو عمل؟ يعمل واحد الأذن قبل يفقنا نابل وكان بمكان يسمى الزورة أردت ما يسمى الزورة كانت محشي كانت محشي كانت محشي الناس الذين هل يقبون ويقعون إذنهم الله أكبر الله أكبر أقول أنه سيطل جعوبهم قررروا الأذن يقومون بعض الأذن يمنعهم 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 أرتم عملهم يمنعهم يديهم يجب كيفname يمستمر يمستنى يمنعهم يجبكة يمنعهم يمنعهم يجبнь من التحييات المسجي إجلسو أجل أذن فهنا عثمان من خلفاء راشدين c'est un calife bien guidé ونبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عدو عليها بالنواجد تنه à ma tradition et à la sunna des califes bien guidés مثل أبو باكر وعمر وثمان علي رضي الله عنهم أجمعي إذن نستخدر عمل الصحابة حينما كنت فعلي دو سرطان دو جموعه إذن نستخدر عمل قاعدة أخرى وهي كثرة مسائل الجموعه أو هذا تنبي أنك مسائل الجموعه كثيرا لسرطان جموعه وقت الخطبا هل يمكن أن تتحدث عند الخطبا؟ المأموم لكن مع الإمام للمصلحة لا عنده نستخدر quando ينسيط مع الإمام oui mais avec نستخدر عمل لا 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 فيها إذا سميع ترجو لني تكلم ترجو لني وقت qualcين قدثة ترجو لك أن تنهى تقول لك تجو jigوعه ترجو لك ترجو لك ترجو لك ترجو لك ترجو لك ترجو لك Just avec جس ترجو لك هل يجوز استعمال الإشارة دون الكلام بالإشارة هل يجوز نعم نعم بالإشارة نعم الكلام الله بالإشارة نعم ونرى الأدلة الحديثية عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل الصحابة رضي الله عنهم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في الخطبة يسمعوا جاشي واحد ويشيرونه فزيكم ساكل كان تتوى الإشارة ولم ينهىهم النبي صلى الله عليه وسلم عاطشت أثناء الخطبة تشرب في الخطبة فق الخطبة تشرب طيب فق الخطبة يجوز لك أن تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقول صلى الله عليه وسلم نعم أنت ترجمة نانسي قنقر 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 هذا هل الغسل لليومي أو للصلاة إذا كان للصلاة بدن ما صليتش معلك غسل سيسي بور لابريير كم تبخي بالجموعية باتلافاش سيسي بور لجور تتلاف مم أبري الجموع أما إذا كان لليوم فتغتسل ونو بعد الجموع هذا خلاف شيء يأتي ذكره بعد أسبوع إن شاء الله تعالى غسل الجموعة شوف قال العلماء الموين مشاهد بكم ختم إن شاء الله هل هو معللون أم لا يعني ليس لنبي صلى الله عليه وسلم بيلينا عليش غسلنا غسلنا هل نجعلون هناك لذلك سنعرف لذلك، ولكن من الاسم المالك يقولون يُسر من صادق الهاتف لتفكير مع الرجل الى المسكة المالك يقول لك ، فتحكي الهاتف يجب ان تخلق تبقى المسكة تجيب ان تخلق تفكير بسبب لأنه يقب على العلا الناس لم يكن يقتصدنا بالجمعة الناس لم يكن للمسكة فهذا يرام للجمعة فهي يساعدوا الوضوى يمكن أن يصنع الأجمع. في مجدد حديث صحيح يجعله مضيحة. في مدينة بالتعامل في مدينة. وكذلك المسكي كانت مضيحة. وحيث عن طفل الحديث عن هذا. وحيث عن هذا. وحيث عن صحابة كانوا بسيطة عن عدد. يأتي من العمل. وحيث عن المنزل. وحيث عن صفل. وحيث عن صفل. وحيث عن صفل. وغرق أو المسكة يصف أو الحرارة والآلاني والشعور والشعور فارتفعات الرايحة مصنع في السبب وعلينا النابي في هذا الموقع سيلا اللي جيفير تلك المسلمين الله يجيزيكم بخير اللي جامنكم جمعيك تسل لقد أخبرون أن يتعلم أنفسكم ليسرقت ليس على حسنبال أneysل gent لتنظر الفيلي بطريقة عبودة أحببت إنها فريقية أحببت في المغازن في المغازن في المغازن بطريقة أحببت جائد لا، 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 لا يمكنك أن تفعرام أنه يحببت الأحبب أحببت أنه ليس يحببت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قد اني قرر بو Nós ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نحن نعم الإبلياء نحن نحن نق MARY نحن نحن م любой من الدرس نحن 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 نق 이런 نحن نحن ترجمة نحن كما أن الإيمان المالك قال لك أخير قال يا أخور الله حسن تقدم بعد أو بعد أو بعد لا، يأتي أيضًا ستجمع أنهم نظرات نعم يستطيع أنهم منهم مسؤولات ويستحقون لأنه في الشرطة أو في المقبل وإنك تلافت 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 في المقبل ولكن يجب أن أغسلت إلى الجمعة وأرى أن أغسلت إلى الجمعة لكن يقولك الله في الجمعة الآن سألت في النهادة المترجم الآن المترجم الآن هناك الشباب تقول شخصي إذاً مثل تنسى سألت المخيرة إذاً مثل تنسى سألت المخيرة سألت في طازن أو سألت في الحدوة سألت le طازن تقول لك سألت في النهادة لن تقالع تنسى لا تتعب على نهاية تنسى الى اللحظة تنسى السوق سألت تكرفت أليس إليك تذهب تحول البحث وإن كان لكي يدرس للأشياء أو بيضاً لن يجب على الوظفات اكتبه يجب أن يجب أن يجب أن نعرف على الوظفات فأسأل الله تعالى أن نفاقهنا في ديننا وأن نعلمنا ما ينفعنا وأن نفعنا في ديننا